في زيارة لمركز الأبحاث المتقدمة بهدف الاطلاع على بعض حقائق الإعجاز العلمي في النبات استطاع الدكتور نظمي والفريق نون أن ينجوا من انفجار كبير كاد يودي بحياتهم وبدلاً من أن تكون الرحلة مجرد عرض علمي تحولت إلى مغامرة لكشف لغز غريب فمن يأترى الذي أزال الغشاء الحاجز من خلية الوقود لتنفجر؟ وما هو الدافع وراء هذا العمل الإجرامي؟ تابعوا هذه الحلقة لتعرفوا كيف سيستطيع الفريق نون حل هذا اللغز موسيقى اشتركوا في القناة من أنت أيها المجرم؟ زعفران؟ لم أطمئن لك من أول لحظة أنت يا زعفران؟ أنت من فعل هذا؟ لماذا؟ لماذا تريد أن تفجر التجربة؟ لم أكن أعلم أنها ستنفجر فهو لم يخبرني بذلك من؟ من هو؟ إنه... من هو؟ تكلم الدكتور طارق الدكتور طارق؟ مدير المركز؟ نعم هو من حرضني على إفساد الخلايا بهذا الشكل وأخبرني أنه في حالة نجاح هذه التجربة لن نحتاج لأية نباتات بعد الآن وسيتخلص الناس منها جميعا لاعتمادهم على الخلايا الصناعية التي تحاول اختراعها وأنت تعرف كم أحب النباتات ولا أستطيع تخيل العالم بدونها هذا اعتقاد خاطئ يا زعفران نحن نحاول محاكاة النباتات فقط ولا يمكن أن نؤذيها أو نستغني عنها والدكتور طارق يعرف هذا الكلام جيدا ولكن لماذا يقول ذلك؟ لقد عين رئيسا للمركز منذ فترة قصيرة والمفترض أن يسعى ليثبت نجاحه ونجاح التجربة وليس العكس أنا أحاول البحث عن أي معلومات عن الدكتور طارق ولكني لا أجد أي شيء وهذا أيضا شيء مريب بالنسبة لعالم كبير مثله ولما لا تبحثين بصورته؟ فكرة رائعة التقدت له صورة في الصباح سأبحث بها وجدت شيئا الدكتور شوكة شعلان مدير أبحاث مفاعلات الطاقة النووية ما هذا؟ إن اسمه الحقيقي شوكة شعلان يبدو أنه عميل لمفاعلات الطاقة النووية الآن فهمت لقد انتحل شخصية وهمية ليدمر التجارب الخاصة بتوليد طاقة نظيفة استغل حبك للنباتات واستخدمك لإفشال التجربة المخادعة لقد نفذوا تهديده هيا بنا فليس أمامنا الكثير من الوقت أقترح أن تلغي المؤتمر يا دكتور لا لا أستطيع إلغاءه فمستقبل الطاقة النظيفة مرهون بهذه اللحظة هناك الملايين من البشر يحتاجون إليها والآن ماذا سنفعل؟ لقد حبيثنا هنا فلنبحث عن أي مخرج آخر لا يوجد أي مخرج آخر وحتى الاتصالات مقطوعة هنا تحت الأرض إذن يجب أن نفكر في حل من خلال الأدوات المتاحة هنا هذه هي سنقوم بنزع الغشاء الفاصل بين الأكسجين والهايدروجين من خلية الوقود هذه ثم نشغلها بالقرب من الباب فعند انفجارها سيتحطم الباب ونخرج ومن أين سنأتي بضوء الشمس ليتحلل الماء أيتها العبقرية؟ الليزر الليزر يعمل كضوء الشمس تماما على تحليل ذرات الماء إذا صلتنا ما معكم من الليزر على الخلية ستنفجر وينفتح الباب وماذا عن الماء؟ من أين سنأتي به؟ يوجد مصدر للماء في زاوية المخزن هيا بنا ولكنها مخاطرة كبيرة حياتكما أنت وأختك معرضة للخطر لا تقلق سنكون على حذر احترسوا نجحنا نجحنا بسرعة يجب أن نمنع وقوع الكارثة ونمنع الدكتور طارق أقصد الدكتور شوكت من الهرب لدينا ثلاث دقائق فقط جاسر، زهرة، ابحث عن الدكتور شوكت وأنت ياروبو، تعال معي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر سيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إلى أين يا دكتور؟ المؤتمر لم يبدأ بعد أيها الأبلهان، يجب أن نبتعد بسرعة سينفجر المكان كله خلال عشر ثوان لن ينفجر أي شيء لقد أصلحنا جميع الخلايا أنا وروبو لقد نجحت التجربة دكتور شوكت، أنت مقبوض عليك بتهمة انتحال شخصية عالم ومحاولة تفجير تجربة علمية أنتم السبب أيها المخربون الصغار بل هم الأبطال الذين أوقعوا بك أيها المجرم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر